تحت رعاية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أقيم صباح اليوم حفل تدشين معرض معا للتوعية الأمنية وذلك بحضور سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ويأتي هذا المعرض ضمن حلقات متصلة تعكس الإنجازات التي يحققها برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان وتشكل خطوة إضافية للجهود المبذولة في مجال تعزيز جسور التواصل وتأكيد الشراكة المجتمعية واقعا ملموسا يسهم في حماية النشأ من العنف بكافة أشكاله وفي بداية الحفل ألقى معالي شيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان كلمة استعرض فيها أبرز التطورات التي شهدها البرنامج منذ تعيينه رئيسا للجنة منوها إلى زيادة عدد الطلبة المستفيدين من البرنامج هذا العام إلى مائة وعشرين ألف طالب وطالبة وارتفاع عدد المدارس التي يغطيها البرنامج في العام الدراسي 2018-2019 إلى مائة وثلاث وسبعين مدرسة حكومية مقارنة بمائة وإحدى وعشرين مدرسة تمت تغطيتها في العام الدراسي السابق بفارق اثنتين وخمسين مدرسة وبلغ إجمالي تغطية المدارس المستهدفة 81% في المدارس الحكومية وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في مجموع المدارس المرصودة تأتي بفضل تطبيق البرنامج الاستراتيجية تقوم على زيادة حصص المنفذين وإلزامهم بالإشراف على مدرستين في نفس المنطقة الجغرافية دون المساس بجودة التعليم وتضمن الحفل عرض فيلم قصير يستعرض الإنجازات التي تحققت في مسيرة برنامج معن خلال عام وفي مقدمتها حصول معالي وزير الداخلية على جائزة شخصية العام 2018 والتي منحتها لمعاليه المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان دير تقديرا لما تحقق من نجاحات في برنامج معن كما استعرض الفيلم جهود معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والذي أسس البرنامج ووضع لبناته الأولى عام 2011 وقام بإدارته حوالي ست سنوات وشملت وضع الخطط والآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج لتحقيق الأهداف المطلوبة إلى أن وصل البرنامج اليوم إلى مرحلة متقدمة وأصبح محل تقدير دولي بعدها قام معالي وزير الداخلية رعي الحفل بتكريم الشرطة المتميزين والجهات الداعمة للبرنامج معربا عن شكره لمعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان على جهوده ودوره في تطوير العمل بالبرنامج ومثنيا على ما يقوم به المدربون وما يتمتعون به من جدية في العمل وتميز في الأداء بما يسهم في نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المطلوبة وفي مقدمتها توعية النشأ وتوفير البيئة الآمنة لتقليل نسبة الجريمة والعنف وأعرض معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لسعادة وزير تربية وتعليم على دعمه للبرنامج منوها في الوقت ذاته إلى أن التعاون بين كافة المؤسسات المعنية كان له الدور الرئيسي في نجاح البرنامج وأكد معالي وزير الداخلية أننا عازمون على الاستمرار ومواصلة النجاح مع إمكانية أن يكون هناك مدربون للبرنامج من وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ففي البرنامج فائدة كبيرة لشباب الوطن وهم أمانتنا ومسؤوليتنا وأعرض عن أمله في تعميم البرنامج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو ما يعمل على بحثه ومناقشته في اجتماعات وزراء الداخلية بدول المجلس لشرح هذه التجربة الناجحة والاستفادة منها لأقصى حد إلى ذلك افتتح معالي الوزير معرض معا للتوعية الأمنية حيث قام معاليه وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء بجولة في المعرض والذي يحتوي على أربعة أقسام وهي مكافحة المخدرات والتدخين الإلكتروني والسلامة في برك السباحة والاستخدام الآمن للحافلة المدرسية ومخاطر الألعاب الرقمية وإرشادات الحماية منها حيث يهدف المعرض للتوعية بأنواع المخدرات وأضرارها وتقديم الإرشادات المطلوبة للسلامة في برك السباحة والركوب الآمن للحافلة المدرسية بالإضافة إلى الإرشادات التي تساعد أولياء الأمور لحماية أبنائهم من مخاطر الألعاب الرقمية يعد برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مدارس البحرين مشروعا وطنيا وقصة نجاح متميزة حيث يعتمد في عملية التدريب على عناصر بحرينية ذات كفاءة عالية ويلقى تشجيعا ومباركة من الجميع وتأسيسا على النجاح الذي حققه البرنامج وما يزال جاء توجيه معالي وزير الداخلية بزيادة عدد المدربين من شرطة خدمة المجتمع بحيث يصل عدد المدارس التي يغطيها البرنامج إلى 200 مدرسة ما يزيد من عدد الطلبة المستفيدين إلى حوالي 222 ألف طالب وطالبة تم إيصال الرسالة التوعوية بصورة واضحة انعكسته على السلوك الطلابي وهذه الأرقام هي التي تثبت هذه النواحي التوسع الكبير الذي وصل الآن إلى 81% من مدارس وزارة التربية والتعليم يقضيها هذا المشروع والتدريب أيضا الأخوة المشرفين الاجتماعيين كان له دور كبير جدا في التوسع لهذه الجوانب التي يشملها المشروع سواء من حيث العنف من حيث الجوانب السلوكية التوعوية من خطورات المخدرات وغيرها من الأمور التي تسهم بالتالي في بناء شخصية الطالب بصورة صحيحة إذا تم التعامل وحمايته وتحصينه من هذه الأمور السلبية التي قد تؤثر عليه وتؤثر أيضا على أسرته في نفس الوقت وضع هذا البرنامج على أساس مكافحة العنف والإدمان والحمد لله اليوم وصلنا إلى 173 مدرسة حكومية من 211 مدرسة ما يمثل 81% من المدارس الحكومية وضعنا برنامج لتقطيع جميع المدارس الخاصة التي هي 72 مدرسة فالحمد لله البرنامج لاق انتشار ومن منطلق المسئولية الوطنية والشراكة المجتمعية تمت الاستعانة بأحدث التجارب الدولية الناجحة من خلال هذا البرنامج الوطني والذي يعالج السلوكيات الخاطئة في محيط ناشئة ويعمل على إرساء سلوكيات سليمة وهو ما أصبح واقعا بالفعل إذ تم تحقيق نقلة نوعية على مستوى التوعية تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية تم اليوم تدشين معرض معا للتوعية الأمنية والمعرض يهدف إلى إشراك أولياء الأمور في عملية حماية الطلبة والاكتشاف المباكر المخاطر الممكن يوتيونا في الحياة وكذلك في قسم خاص بالألعاب الإلكترونية وهذا القسم يعلم أولياء الأمور شلون يتحكمون في الألعاب اللي عند عيالهم الألعاب الإلكترونية ويحطون لها تحديد العمر بحيث أن الياهل ما يقدر يلعب ألعاب أكبر من أمره والهدف منه حماية النشء والشباب من الظواهر السلوكية أو الظواهر المجتمعية التي تكون موجودة أو ممكن أن أهم يحتكون فيها أو ممكن أن صيدهم طبعا هذه الظواهر يحاول شرط قدر الأمكان أن أهماء يعلمهم استراتيجيات يمشون عليها على أساس أنهم يقدرون يتخذون القرارات السليمة في أي مشكلة أو أي موقف ممكن أن أهماء يواجههم في حياتهم اليومية سواء كانوا في البيت أو المدرسة أو مثلا في الأماكن العامة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان خطوة واثقة لترسيخ التعاون والتكاتف مع المجتمع في إطار العمل المشترك على أمن وسلامة النشء والشباب ووقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها فبناء المجتمع يبدأ من هذه المرحلة المهمة والمؤثرة في حياة الفرد ترجمة نانسي قنقر